نشرت مجلة The Economist البريطانية في عددها الجديد دراسة أعدتها جامعة كيزلاند الأسترالية عن قطاع الاتصالات في مملكة البحرين وبينت الدراسة التي أعدها البروفيسور المساعد في جامعة كوينزلاند داميان هاين وزميله الدكتور باول سيبي أن التصور الشامل الذي أشرف على تنفيذه صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد الخليفة لإحداث تطورات مهمة في قطاع الاتصالات البحريني جعلت منه قطاعا واعدا وهو مرشح بقوة ليكون الوادي القادم للسيليكون وعلى غرار وادي السيليكون الأمريكي الذي يقود جميع أعمال التقنية العالية في العام الحالي كما ذكرت الدراسة الدورة المحوري لسمول العهد في إدخال العديد من التطورات المهمة على قطاع الاتصالات بمملكة مما جعله واحدا من القطاعات الاقتصادية الرائدة في البلاد والتي يعول عليها في المستقبل المنظور لقيادة قاطرة النمو والتقدم في البحرين وأشارت الدراسة إلى أنه منذ العام 2002 قام لسمول العهد بوضع تصور شامل لتطوير قطاع الاتصالات بهدف تحرير السوق والنهوض به حيث تم صياغة قانون للاتصالات وتم وضع أول خطة وطنية للاتصالات وتدشين هيئة خاصة بتنظيم الاتصالات الأمر الذي كان له عظيم الأثر في تطوير القطاع برمته وفتح الباب واسع للاستثمار فيه من خلال كسر قيود الاحتكار القانونية ومنح رخص إضافية لتشغيل شركات انتصالات جديدة وذكرت الدراسة أنه نتيجة لهذه المبادرة الرائدة والرؤية المتفردة لصاحب السمو ولي العهد التي تعتمد على بيئة عمل منفتحة وأطر تنظيمية تعزز الدين المكية والتنافسية نجح قطاع الاتصالات في مملكة البحرين في تحقيق العديد من المكاسب ومنها معدلات نمو بشكل أسرع وزيادة اشتراكات خدمات الانترنت بمعدل 142% وارتفاع معدل مستخدم الهاتف الجوال بنسبة 170% بحلول عام 2014 وصفة ذلك بأنه من أكبر المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأضفت الدراسة أنه من بين أهم مؤشرات التطور التي شهدها قطاع الاتصالات أيضا في المملكة ارتفاع عائداته وانخفاض تكلفة الهواتف الجوال بنسبة 55% والتي استفاد منها المستخدمون فضلا عن انخفاض تكلفة خدمات شبكة الانترنت الثابتة بنسبة 85% الأمر الذي ساهم في توفير ما يقارب 196 مليون دولار أمريكي على المستخدمين بين عامي 2008 و2014 نهيك بالطبع عن حجم مساهمة تحرير القطاع في خلق العديد من الوظائف حيث ارتفعت معدلات التوظيف في شركات الاتصال والتقنية بنسبة 77% بين عامي 2003 و2015 واستعرضت الدراسة أيضا ما أسمته بالبيئة الخصبة في مملكة البحرين لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث ساهمت سلسلة القرارات الحكومية في جعل المملكة مكانا جاذبا للقطاع ما قد يساهم مستقبلا في جعل البحرين وادي السيليكون القادم مشيرة إلى أن مملكة البحرين نجحت في تحقيق النمو الاقتصادي ووضع أطر العمل التنظيمية المناسبة التي هي بحاجة لها وذلك للاستفادة من التطور الحاصل في مجال الاتصالات وفي نفس الوقت تلبية للاحتياجات المتزايدة للمستخدمين المتعطشين لثورة المعلومات والاتصالات وأوضحت الدراسة أن تجربة تطور قطاع الاتصالات بمملكة البحرين تقدم مثالا فريدا وعميقا لكيف يمكن لدولة ما أن توازن بنجاح بين التجاذبات الناتجة عن تطور حقل الاتصالات مشيرة إلى طموح مملكة البحرين بأن تصبح مركزا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحلول عام 2018 ومركز عالمي بحلول عام 2030 ولفتت الدراسة إلى أن البحرين استطاعت أن تحقق نجاحات إضافية في هذا الخصوص من بينها تجاوز نسبة مستخدمي الإنترنت في البلاد 90% مقدمة مثالا فريدا للمنطقة حيث استطاعت الفوز بجائزة Global Best Infest لعام 2016 متفويقة على العديد من بلدان المنطقة بالإضافة لاحتوائها للمركز 11 في مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية على البنية التحتية لمجال الاتصالات ورأت الدراسة أن مستقبل قطاع الاتصالات في البحرين مشرق وواعد خاصة مع مواصلة وضع أطر العمل المناسبة لتعزيز البنية التحتية والاستمرار في عملية بناء القدرات وكذلك على قدرة الناس في استخدام وتطوير التكنولوجيا مؤكدة أن الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات في المملكة تضع خارطة طريق نحو تدشين شركة مستقبلية تخدم البنية التحتية الحيوية وتضمن خططا لإنشاء أكاديمية خاصة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك لتعليم وتدريب القوى العاملة المؤهلة واللازمة لخدمته هذا القطاع وقيادة المبادرات وملء الفجوات التطويرية ونقلت المجلة تصريحا للمدير العام لهئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين محمد حمد بوبشيت قالت فيه إن هدفنا هو تعزيز الاقتصاد وذلك من خلال جذب الاستثمارات المناسبة ووضع التنظيمات والابتكار لجذب ودعم قادة هذا المجال وكذلك رواد الأعمال من أجل خلق بيئة مماثلة لودي السيليكون كما نقلت المجلة عن المدير المالي والمعلوماتي والتكنولوجي والموارد البشرية في الهيئة فيصل الجلاه ما قوله لقد عقدنا شراكات مع معاهد تدريبية رائدة مثل جامعة كوينزلاند لتطوير رأس مال بشري مؤهل ونحن نسعى لأن نجعل البحرين مركزاً خاصاً للتدريب في مجال التكنولوجيا والاتصالات في المنطقة وهو هدف رئيسي لنا أن نكون مركزاً رائداً في هذا المجال ما يسهم في جذب المواهب من ناحية وتطوير رأس المال البشري الوطني من ناحية أخرى اشتركوا في القناة